ملف خطير جداً يتم إثارته في الصحافة على حقيقة التلقيح لوصلة إلى رئاسة الجمهورية وعلى حقيقة زادة الظرف المسموم اللي تم الترويج ليه وزعمه أنه هذاك موجه لرئيس الجمهورية في محاولة لغتياله والتحقيق اللي يتحل والتوى ما فاميش حتى نتيجة لهذا التحقيق اليوم صحيفة أفريكا انتليجانس هبت التقرير كامل مؤكد وواضح فيه معلومات يعني والناس الكل تذكروا ناديا عكيشة ومستشارة الرئيس قيس سعيد اللي قالوا اللي هي حلة الظرف المشبوه فأصيبت بشبه عمي عفكم الله وأصيبت معناها بالدوخة وهذه للمستشفى العسكري وانقامت بتحليل وفحوصات ومن بعد رجعت تخدم لبس عليها من غير ما يعلقوا حتى على الموضوع والناس كل قادة تسهل الظرف المشبوه هو شبهات هذه وينمشيت ناديا عكيشة للمستشفى العسكري تبين فيما بعد وحسب أفريكا انتليجانس إنها أعراض جانبية لتلقيح كورونا ورفضت ناديا عكيشة في المستشفى إنها تذكر اسم التبيب اللي أعمل لها التزريقة معناها الفاكسين هذي حسب ما أكدته الصحيفة الإلكترونية أفريكا انتليجانس تنجموا ناس الكل تدخلوا وتطلعوا على التقرير هذية موجود بالفعل لكن فما برشة أسأل اليوم ما تطرح رغم إنه رئيس الجمهورية قال حتى واحد ما لقح لا هو للي يخدمه معه فيديوين لا عيلته لا حتى حد ما نعرفوش شنوة الحكاية لأنه إذا كان ثبتت بالحق فهي خيانة للشعب وربما تكون حتى خيانة للرئيس قيس سعيد إذا كان هو ما في علموش ولا تمت الحكاية هذي وهو ما يعلمش بها ما نعرفوش على كل حال ما زالنا في متابعة لكل التفاصيل والتحقيقات في الساعات القادمة لكن إذا ثبتت الأمور هذية صحيحة فإنه بش تكون يعني ملف مزلزل قد ينهي تجربة الرئيس قيس سعيد ويخرجوا من البيب الصغير فعلا للأسف الشديد مازلنا في متابعة للموضوع ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم